مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف العنف المتزايد في إقليم تيجراي الواقع في شمال إثيوبيا، وفقت كل من الحكومة المركزية وجبهة تحرير تيجراي على المشاركة في المحادثات الهادفة إلى إنهاء عامين من النزاع في الإقليم. المتحدث باسم الجبهة كينديا جبريهيوت قال في رسالة لوكالة فرانس بريس إن وفت الإقليم سيكون حاضراً في جنوب إفريقيا للمشاركة في المحادثات المقرر عقدها برعاية الاتحاد الإفريقي. والخميس أعلنت الحكومة الإثيوبية التي تخوض حرباً دامية منذ تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 مع جبهة تحرير تيجراي مشاركتها في هذه المحادثات. وكانت محادثات سابقة دعا الاتحاد الإفريقي إليها مطلع تشرين الأول أكتوبر في جنوب إفريقيا تأخرت لتبدأ على خلفية مشاكل تنظيمية ما أدى لتصاعد العنف في المنطقة التي تمزقها الحرب. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بياننا إن بلاده ترحب بالإعلان الذي صدر الجمعة بخصوص مشاركة طرفي النزاع في محادثات السلام. ودعى بلينكين الجيش الإثيوبي والقوات الإيريتيرية بوقف هجومهم العسكرية المشترك على الفور وضمان حماية المدنيين. وأعلنت جيش الإثيوبي واستيلائه مع حلفائه من القوات الإيريتيرية على سلسلة من البلدات في المنطقة المحاصرة التي كانت تخضع إلى حد كبير لسيطرة جبهة تحرير تيجراي منذ منتصف العام الماضي. وأثار تقدم القوات الإثيوبية والإيريتيرية مخاوف المدنيين وعمال الإغاثة والنازحين المحاصرين في الإقليم حيث أفاد شهود بقصف عنيف لمراكز مدنية مثل بلدة شيري ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم أحد عمال الإغاثة الأسبوع الماضي. ترجمة نانسي قنقر